انا بقى من تمانية من تمانية لتمانية وتمانين رحت امين سندوق للاتحاد المصر لكرة اليد دورتين واربعة فمنزلتش الانتخابات اللي بعديها لما جاء بقى الكابتن الوحشة هتوقفونا لحظة انا كنت مدير النشاط الريادي وقتها من سبعة وتمانين وبعدين الكابتن الصالح قال انا دورتين مش هنزل تاني فلما منزلش كمال نزل الكابتن الوحش وكمال حافظ اه نزل مين اه كمال بي حافظ انا مكنش متخلل لحد هينزل قدامه بصراح لاني كنت ارى ان الراجل ده كمال بي اه اذا لم يكن الكابتن صالح رئيسا للنادي رئيسا للنادي والفريق مرتاجي خلاص زهد انه ينزل يرى كمال حافظ ليه الراجل ده معجون اهلي نختلف اسلوب ادارته احيانا يعني انه كان انا كنت بسميه كمال بيع بيتك واسعة واي حد يخلش يستخبه فيه لم العباة شوية طلع الناس من تحتين لانه دول انت بتحسن الظن لكن دول بيستخدموا بعض الامور في اتجاه فانا مع صالح لا كنت مع صالح لكن كابتن صالح يعني لما جيه بقى شعرت ان من الانصاف ان كمال بيحافظ يبقى هو رئيس النادي كنت انا مدير النشاط الرياضي فجأت الكابتن عبدو صالح الوحش اترشح انا مدير النشاط الرياضي رحت له ولم اخجل كابتن عبدو تعلم قد ايه انا احترمك وقد ايه اراك يعني في مكانه ولو لم يكن كمال بيحافظ مرشحا بالضرورة كنت تبقى انت لكن ما تيجي نحسابها العمر المديد امامك كمال بي ربما تكون فرصته اقل ما تيجي الراجل يستحق ان يكون رئيس النادي الاهلي بخبراته تاخدش مع وكيل الدورة دي والدورة جاة اخش رئيسا للنادي قال لي عاد لي انا اخذت قراري ومش حقزي للناس اللي انا يعني استجابت ليهم ونزل بقى هنا انا انا عايز تفسير احمد عبدالهادي معا وكيل ايه الانتخابات دي بقى انا عايز تفسير للرقم لان انا انا حولك اهو اه كل المؤشرات اه ما هو كمال بيحافظ وانصار الكابتن صالح سليم وقداما النادي ومختار التيتش قريبه قداما النادي اه اللي عارفين كمال حافظ وعارفين مؤكد كان حيبقوا معاه ايه جاء يوم الانتخاب اه والذي لم افهمه الا في لجلة الفرز حدا ايه اولا للجمعية العمومية دي اتعمل حاجة غريبة لم تحدث قبلها ولم تحدث بعدها اللي هي 88 88 دي فوجئنا ان الجمعية العمومية معمولة في حمام السباحة اوه فوق فوق الله الله وان باب الدخول هو باب الدخول لحمام السباحة فقط والسلم والذي والنزول من ناحية التانية باب واحد يعني انت بتخش واحد واحد اوه اتذكر يومها الطبور كان من عند باب السباحة لخارج النادي الاهلي لافف اه طبعا فاصبح كل الناس الاعضاء القوامة كبار السن اللي بيترضدوا على النادي باستمرار لم يتمكن والطبور ايه ما عشان كده انا سألتك لان انا لما لاقي في 84 فيد يجي 4000 واحد حضروا ما ينزلوا بعدها باربع سنين لا الفين فقط يبقى فيه حاجة لا ده كان موجود في النادي يجي اكتر من 7800 واحد ما تمكنوش ما تمكنوش من التصويت اه والطبور ما بيمشيش سيبك بقى من واحد واحد كما اي وناس تكلمهم ما نردوش عليك عاملين كده اه فجئنا في الفرز باغرب نتيجة ايضا قول النتيجة كد كاف نجح الكابتن عبدالصالح الوحش ب2083 في مقابل كمال بيحافظ فقط 398 398 ياخدوا من ملعب التنس لوحده هال كمال حافظ اللي لما ترجع على ارقامه في الانتخابات كوكيل نادي بقى بقى على الارقام دا على الارقام في كل الانتخابات وهو تقريبا كان الوكيل التاريخي اكتر حد شغل منصب الوكيل عشان اللي يعرفه واللي يقدر يخش يد الصوت اه جينا من اربعة لخمسة اللي هي بتاع كده طفان والطبور دا جيري كان بقى الناس الكبيرة مشت وكانت هي كانت تصرف من المشرف على الانتخابات وقتها اه كان تصرف منحاس جدا اه ان الطبور يقف فيه مجموعة من الشباب اه الله اعلم عشان يعرقلوا اصحاب الحق الحقيقي في اه المهم جي الكابتن عبد صالح الوعش وانا مدير نشاط رياضي اه كنت انا بقى قبل لي قال لي انت مدير نشاط ما تدخلش قلت له انا مقدم استقالتي اه قبل الانتخابات اه عشان حشارك فيها وبعد اذن حضرتك انا حسان كمال بيحافظ لما نجح المجلس بيجتمع عشان يجدل للاجهزة اه فاول جلسة المفروض استقالتي هتتقدم المجلس رفاض باغلبيت ثلاثة لتمانية هم احداشر اه واني مصممين ان انا بقى مدير النشاط رياضي اه فلم يحسم الامر وتأجلت للجلسة اللي بعدها خدت بعد وروحت له اه كابتن عبدو انت رئيس الحكومة الاهلوية دلوقتي ومن حقك ان تشكل حكومتك لن احرجك انا عارف ان انا سيتم فرضي مرة اخر اه ولكني لازم تبقى انت مش معقولة حبقى مدير النشاط ما معايش رئيس النادي وامين السندوق وكان الاساس حمد الكنيسي من قدم العضواتها تلاتة دول هم اللي ما كانوش موفقين ان انا اكامل قال لي بوص يا عجلي انا مقتنع بيك لكن مقتنع اكتر بفلا قلت له ما تقوليش اسباب اه انا من نفسي بقولك انا مش ماش اه لو ذكرت الاسباب هقولك اعمل الانتخابات للالعاب اه هم 12 لعبة اه لو انا خدت 11 صوت ابقى سقط اه لكن انت قناعة حضرتك انا مقدرش اكون موجود ضد قناعة حضرتك اه فلو سمحت خش بجدد استقالتي وقول لهم عد قيع مصمم عليها والله الراجل اتذكر امن مكتبه ورح واخدني بالحض طول عمرك ابن النادي انت منعت شرخ مبكر اه في مجلس الادارة اشتركوا في القناة